إخواني وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الله أن تكونوا بخير يسعدني ويفرحني أن أقدم لكم هذا الديكور الذي سبق لنا أن نشرنا في قناتنا سيمو ديكور عبر اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك الجزء الأول لهذا الديكور ووعدناكم بنشر الجزء الثاني له فأسأل الله أن يوافقني في شرحه لكم كما يجب على بركة الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله فللتذكير فقط أكنا توقفنا في الجزء الأول في مرحلة تطبيق ستيكو وعلى ضرورية سقل ستيكو قبل أن يجف لاستخراج لمعانه فعند الانتهاء من تطبيق الطابقة الأولى والثانية والثالثة تأتي مرحلة الترخيم فبعد أن قمنا بتهيئة ستيكو وتلوينه على حسب الاختيار قمنا بوضعه في هذه القنينة وقمنا بتخفيفه بالماء حتى أصبح أسائلا بهذا الشكل ثم أخذنا مسدس الرش ووضعنا به الستيكو المخفف بالماء والآن سنبدأ بالترخيم فكما قلت لكم سابقا عن كيفية العمل بمسدس الرش احترافيا سنقوم بوضع فيديو خاص في قناتنا وصفحتنا به الكيفية الصحيحة للعمل به إن شاء الله فقد تابعونا ودعموا القناة فهذه هي الطريقة التي تساعدوننا على نشر الخير ووصول المعلومة لإخواننا الحرفيين بالنسبة للترخيم يجب أن تكون لديك نظرة فنية أو ممارسات وتدريبات عديدة في الترخيم وتكون عينك مشبعة بأشكال الترخيم التي في الرخام الحقيقي أو في مشاهدة فيديوهات عديدة لكيفية الترخيم فهذه النقطة مهمة جدا ستساعدك في توزيع الترخيم على حسب مساحة الجدار إذا كنت تريد أن يكون في شكل الترخيم لونين أو أكثر فعليك رش اللون الخفيف في الدرجة بعدها رش اللون الداكن بجانبه أو فوقه حيث يصبح اللون الخفيف بمثابة ظل اللون الداكن أرجو أن تكونوا قد فهمتم قصدي فهذه النقطة هي النقطة القوية لهذا الديكور في النظر هناك في بعض الأحيان يفرض عليك الزبون شكل الترخيم قد يقترح عليك صورة ما أخذها من موقع إلكتروني أو صورة لشكل رخام حقيقي وأنت لا تعرف كيفية تطبيقه على أرض الواقع طبق الأصل فما الحل؟ بالنسبة للإخوان الذين يتابعون دائما وأحييهم من هذا المنبر وأشكرهم على دعمهم لنا يعرفون الحل لأننا وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى شرحنا في فيديو سابق الاستراتيجية التي تساعدك على عمل أي شكل من أشكال ديكور الرخام طبق الأصل أنصحكم أن تشاهدوا الفيديو سيفيدكم سأترك لكم الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة